والبحرين إلى الجانب الإنساني حيث سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دفعة جديدة من الأدوية والمعدات الطبية لمكتب الصحة والسكان في عدن ضمن جهودها لتعزيز الخدمات الصحية في اليمن ويأتي ذلك في وقت صنفت تقارير أممية دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها الأولى عالميا من ناحية تقديم المساعدات الإنسانية لليمن وبحسب التقارير الدولية كانت الإمارات من أوائل الدول التي استجابت لنداء الإنساني للشعب اليمنية ليتجاوز محنته اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا إلى التفاصيل الإمارات من أوائل الدول التي استجابت لنداء الإنساني للشعب اليمني ليتجاوز محنته اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هذا ما صنفته تقارير أممية بأن دولة الإمارات هي الأولى عالميا من ناحية تقديم المساعدات الإنسانية لليمن وذلك من خلال ما قامت به الدولة بتنفيذ جسر جوي وبحري لنقل مواد الإغاثة الغذائية والطبية العاجلة بجانب دعم البنى التحتية وإعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن هذا وقدرت الأرقام الأممية عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية التي قدمتها الدولة بنحو مليون ومائة ألف شخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق وقدرت حجم المساعدات بنحو 29 ألف طن فيما وصلت قيمة المساعدات الإماراتية التي تم توجيهها منذ بدء الأزمة في مجالات الطاقة وتوفير الكهرباء وإصلاح ما تضرر من إنشاءات وشبكات إمدادات الطاقة الكهربائية والاحتياجات اللازمة لاستمرار المعيشة لأفراد الشعب اليمني بنحو 314 مليون درهم وبلغ إجمالي قيمة المساعدات الغذائية الإماراتية العاجلة 188 مليون درهم وتشمل الحبوب والزيوت والأغذية المحفوظة وغيرها من الإمدادات الغذائية واستخدمت الإمارات السبلة كافة لإيصال المساعدات إلى الشعب اليمني منها الطائرات لإسقاط المساعدات الإغاثية في عدن حيث نجحت في إسقاط أكثر من 55 طن من المساعدات لتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية لمصلحة المتأثرين من الأحداث وبذلك احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية خلال الأزمة اليمنية استجابة للأوضاع الإنسانية الحالية فقد جاءت في صدارة الدول التي تجاوبت مع الأزمة الإنسانية في اليمن وذلك حسب بيانات المنظمات الدولية المعنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فيما لعبت الجهات المانحة الإنسانية الإماراتية دورا رئيسيا في إغاثة المتضررين جراء الأوضاع الإنسانية الراهنات من خلال تيسير الطائرات والسفن التجارية لتوفير الاحتياجات الإغاثية المختلفة